على مشارف المدينة تستقبل قرائحة عطرة تفوح متعالية على حصار الاحتلال لها هنا قلقيليا شمال الضفة الغربية عاصمة فاكهة الجوافة الفلسطينية بعناية شديدة يتفقد المزارع ابو علي ذهب قلقيليا فلقد بدأ موسم الحصاد هذا العام لتعويض انتكاسات القطاع الزراعي المتتالية ما يتوفر حاليا في الاسواق بضعة صناديق يتجاوز سعر الصندوق الواحد 130 دولارا ويهبط مع وفرة الانتاج الى 15 دولارا هي بداية يعني خلينا كل شجرة يعني بيارة فيها 500 شجرة لما اطلقت كرتون يعني عادي لو باعتها بها السعر بس بالوضع الطبيعي لا بتستكر يعني منها الاسبوعين بصير طبيعي يعني سعرها بس هذا الحال يعني بجوز يعني لحد 20 دولار من 20 الى 25 دولار تستكر يعني 100 شكل 70 من 70 ل 100 زي هي كان بمعدل زيادة تجاوز 500 دنم عن العام الماضي اتسعت رقعة اراضي الجوافة في مدينة قلقيليا لتصل الى 4000 دنم وسط وقعات انتاج 12 الف طن هذا العام يعتمد المزارع على الحصة السوقية المحلية للتسويق ويشكل التصدير فرصة ذهبية لاخرين نحو الاسواق العربية الموسم هو كان في بداية الصحي كان يعني موسم كوي كثير انتاجي يعني متوقع يعني كبيري لانه تعرف الظروف الجوية اللي سادتك بالفترة درجة حرارة عالي جدا يعني كت جزء من الحمل يعني حاليا اذا كل في عنا حمل بجوز 60-70% من الانتاجي برضو هذا برضو اشي ممتاز جدا خاصة راح نعكس على جودة الثمر ويعود موسم قطف الجوافة على خزينة المزارعين في مدينة قلقيليا وحدها باكثر من 15 مليون دولار سنويا في الثامن والعشرين من ايلول القادم ستطلق مديرية زراعة قلقيليا محرجان الجوافة الخامس بهدف منح المزارعين حيزا تسويقيا للفاكهة وجذب الزائرين للمدينة المنكوبة بفعل الاجراءات الاسرائيلية خالد بدير قلقيليا فلسطين